حقيقة الإدماء المقدس الإدماء أو ضرب الرأس وخدش الجسد شعيرة يعتمدها بعض الشيعة تعبيرا عن مواساتهم للإمام الحسين عليه السلام الذي قتل شهيدا مظلوما في يوم عاشراء بأرض كربلاء وهذه الشعيرة هي محط خلاف بين الناس فمن أين بدأت هذه الشعيرة؟ ادعى بعض الناس أن الإدماء يعود لزمن الصفويين وادعى آخرون أنه يعود إلى الهندوس وادعى البعض أنها عادة أتى بها أهل فارس من الديانة المسيحية إلا أن هذه الإدعاءات غير صحيحة فإن جذور الإدماء تعود إلى أزمان بعيدة فأول من سال دمه تأسيا بالحسين عليه السلام هو النبي آدم فقد ذكرت الروايات أن آدم عندما نزل إلى الأرض مر بكربلاء فاغتم وضاق صدره من غير سبب وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام حتى سال الدم من رجله فرفع رأسه إلى السماء وقال إلهي هل حدث مني ذنب فعاقبتني به؟ فإني طفط جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض فأوحى الله إليه يا آدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما فسال دمك موافقة لدمه وروي أن إبراهيم عليه السلام مر في أرض كربلاء وهو راكب فرسا فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه فأخذ في الاستغفار وقال إلهي أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرائيل وقال يا إبراهيم ما حدث منك ذنب ولكن هنا يقتل صبت خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء فسال دمك موافقة لدمه وهكذا بقية الأنبياء من نسل آدم عليه السلام فقد مروا بأرض كربلاء وسال منهم الدم مواساة لصبت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد فإنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بكت السماء دما عبيطا وما رفع حجر إلا وجد تحته دم وقد ذكرت ذلك الكتب التاريخية احمرت السماء لقتله وقسفت الشمس يوم موته وصار الورس في عسكره رمادى والمنحور من جذره دمى لم يرفع حجر بالشام إلا رؤيا تحته دم عبيط وناحت الجن لرزيته وفقده وقد تعددت الروايات حول أولئك الذين جزعوا على الإمام الحسين ولطموا الرؤوس وخمشوا الوجوه حتى سال منهم الدم الرواية الأولى بعدما خطبت السيدة أم كلثوم خطبتها الشهيرة في الكوفة ضج الناس بالبكاء والحنين والنوح ونشر النساء شعورهن ووضعنا التراب على رؤوسهن وخمشنا وجوههن وضربنا خدودهن ودعونا بالويل والثبور وبك الرجال الرواية الثانية عن مسلم الجصاص قال دعان بن زياد عليه اللعنة لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينما أنا أجسس الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنابات الكوفة ثم ذكر دخول السبايا ثم دخولهم برؤوس الشهداء ثم قال وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخب دما وهو مع ذلك يبكي فالتفتت زينب عليها السلام فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدمى يخرج من تحت قناعها الرواية الثالثة لما سمع علي بن الحسين عليه السلام سقوط الرأس في حجر الجارية الحسناء قام على طوله ونطح جدار البيت بوجهه فكسر أنفه وشج رأسه وسال دمه على صدره وخرج مغشيا عليه من شدة الحزن والبكاء الرواية الرابعة لما وصل الجيش البصراوي كربلاء بقيادة الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان سمع مناديا من عشيرة بني أسد ينادي قتل الحسين وصحبه فسألوا عن قبر الحسين عليه السلام فقيل لهم هذا فانكبوا على طراب القبر يبكون ويضربون بأيديهم على رؤوسهم وصدورهم حزنا وحسرة على استشهاد الحسين عليه السلام ثم رفعوا سيوفهم من أغمادها وضربوا رؤوسهم بالسيوف حتى سالت دماءهم واختلطت بطراب قبر الحسين عليه السلام وكانت هذه الحادثة بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام بتسعة أيام الرواية الخامسة قال الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام الرواية السادسة ما ورد في الزيارة الناحية المقدسة عن الإمام المهدي بحق جده الإمام الحسين عليه السلام فلأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب وجريان الدم من عيني صاحب الزمان عليه السلام لأشد إيلاما وحرقة من إدماء الرأس والظهر بالسيوف والزناجيل هل الإدماء جائز أو محرم وضع الأئمة الأطهار عليهم السلام قاعدة أساسية لشيعتهم كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه كما أن قول المعصوم وفعله حجة علينا في أخذ الحكم الشرعي فإذا ما فعل المعصوم فعلا ما فيعتبر هذا الفعل جائزا أما إذا نهى عنه فيعتبر هذا الفعل غير جائز وبما أنه لم يرد عن أهل البيت عليهم السلام أي نهي عن الإدماء في الأمور المتعلقة بالشعائر الحسينية فهو في الحكم الأولي مباح وجائز وقد صرح الكثير من العلماء العظام بجواز الإدماء كالسيد محسن الطبطبائي الحكيم السيد أبو القاسم الخوئي السيد شهاب الدين المرعشي النجفي الشيخ محمد علي الأراكي الشيخ مرتضى الحائري الشيخ حسين الوحيد الخرساني الشيخ جواد التبريزي السيد صادق الرحاني وغيرهم الكثير ويصل عددهم إلى خمسة وأربعين فقيها الشيخ مرتضى promptly اشتركوا في القناة